أصدرت محكمة أمن دولة حكماً بإدانة المتهم بالسطو المسلح على بنك في منطقة عبدون ووضعه في الأشغال الشاقة مدة 15 سنة فيما قضت بالإفراج عن ثلاثة متهمين آخرين تفاصيل قرارات المحكمة في هذه القضية وقضيتين أخريين في تقريرات تالي تقرر المحكمة بالإجماع وعملاً بأحكام مادة 7 لطار من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة حكم بالإدانة والأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة قرار قضائي صدر عن محكمة أمن الدولة بعد شهر ونصف من جريمة السطو المسلح على بنك في منطقة عبدون بعمان التي شغلت الرأي العام مجرمة الشاب المتهم في القضية والذي كان قد ألقي القبض عليه في يوم الجريمة نفسه الحكم القضائي صدر بإدانة المتهم بجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع للخطر والإخلال من نظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم عملاً بأحكام المادة 236 على 2 من قانون أصول محاكمات الجزائية تجريم بالتهمة الثانية المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وألقاء الرعب بين الناس وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافاً لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة 7 على طاق من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته المحكمة قررت أيضاً الإفراج عن ثلاثة متهمين آخرين في القضية من بينهم شقيق المتهم وشقيقته بعد أن تبين لها عدم مسؤوليتهم عما أسند إليهم من تهم في قضية أخرى قررت محكمة أمن الدولة وضع متهم من مؤيدي عصابة داعش الإرهابية في الأشغال الشقة 12 عاماً بعد إدانته بالتهديد بالقيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار داعش وعملاً بأحكام المادة 72 على واحد من قانون العقوبات تطبق بحقه العقوبة الأشد دون سواها وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 سنة والرسوم محسوبة له من تاريخ القال قبض عليه بتاريخ 17-9-2017 وكان المتهم الذي سعى للالتحاق بعصابة داعش الإرهابية في سوريا قد خطط قبل مغادرته المملكة لقتل أحد ضباط الأمن الوقائي في مدينة مادبة في صبيحة عيد الأضحى الماضي إلا أن الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد وفي قضية ثالثة قضت محكمة أمن الدولة بوضع متهم في الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة والانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة تجريمت بالتهمة الأولى وهي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة خلافة لأحكام المادة 149 ترجمة نانسي قنقر